اليوم دون مقطع يا حبايب نزلتكم مقطع على قناة الثاني يلهم مكتل مشاهير نزلتكم بفضيحة يا حبايب عودة بي سنس مع علوية محمد الجواني في فيديو يا حبايب مسرب 100% الكل رح شوفوا المقطع يا حبايب شوفونا هذا الموضوع حقيقي او لا طبعا المقطع ممكن ينحذف لان بفيديو مسرب اي لحظة في الكل رح شوفوه بالوصف وبالتعليقات الخبر الأول اللي عادنا عن واخيرا الصلاح التاريخي اللي صار بين مصطفى ريدر وياسي يا حبايب فلنيع عرف ان اليام ريدر عيد مناديه فك blankets buying خير اخبال المليون سنة يا عربوا طبعا للتسون يا حبايب المتعرفو بكومنتات على عيد ميلادة ولكن الصدمة اللي صارت يا حبايب انه ريدر نزلت ح exportية بعيد مياديه وبهذا الى حصري يا حبايب وهو يا قمار ويا ايمو وهو اي اشخاص يا حبايب وهذه الحفلة يجعوا العيد ميلاديه وبنظر الوقت يا حباي بصدمة كانت باللي سوريل نزلت إلي كانت موجودة ياسو بي يا حباي بالتماشى فيها بسام طلاقة قدامكم أن ياسو كانت واقفة وواقفة يمهى قمر الطائب وريدر همواقف بيهم بالنظافة أن ياسو برجعت كل الصور التي كانت بينها وبين ريدر حفت الفيديو اللي بينها وبين وسام تيكت على تيك توك اللي هو هذا الفيديو يا حباي بن نزلته على تيك توك ويهى وسام تيكت فلذي يعني يا حبايب ان الريدر ياسو رجعوا البعض ان شاء الله الف مبروك وكتنوا يا حباب لكم التالت هل انتم فرحانين او زالاني بهذا الخبر اللي صار والتقن يا حبايب ان ياسو صارت خلاف بينه وبين وسامتك او لا ننتقل حاليا لمحمد جواني واستيزاء بيسان اسماء عيده امها يا حبايب فحمد جواني حاليا صار شوية مختفي فترة فالمتابعين كانت يسألون من هو محمد جواني مختفي هل ام بيسان او بيسان سبت لا اي اشي من اللي لم يعرف يا حبايب ان حاليا محمد جواني هو بدبي فهذا يعني هو بنفس المكان ويوم بيسان فالردد يا حبايب هو على هذا الموضوع لكن اذا او بحكي يا حبايب ان نزل شوية تسواريات شوفوها مفي تقليب يا الطين اي خرج ساوي لي شيء نوم اجمع لا مفي شيء انا صار ما اي شيء وحكيت لكم بس يومين قلقت و بحكي لكم يا حبايب بس خيمك ارتاح و اعرف شو ال... بعدين بتأعرف كل شيء لتغل حاليا النور مار وتنزلنا شوي تفتوريات قاعدة علم خلالها إنه رح ينزل لنا مقطع اليوم يا حبايب ويلعبوا الجديدة اللي هي آلاء المقطع رح يزلنا اليوم يا حبايب على القناة الثانية الساعة بالأربعة فمقطع عبارة عن أسئلة ويسئلوه أسئلة كل شنارية رح بتوكم لتفتورياتي حبايب شوفوها يو جماعة اليوم معنا علاء اللي ما شاف علاء يشوفوا باليوتيوب والله نزلت فيديو على اليوتيوب هم سألوا أسئلة هون رح يتجاوب عليها في فيديو يوم الخميس على القناة الثانية أي سؤال بخطركن وأي مفضول عندكم اسألوه شوابوا لا شوابوا لا هلأ خلصناكم فيديو جديد كتير رهيب كتير رح تحبوا جميل جدا على القناة الثانية رح ينزل وهي ما اسمع لا هي اسمع لا بس أنا تعرفوا أنا بشبه كل شيء أي حاجة فأي حتى خليكن جاهز ننتقل حالي سيد ربيوت يا حبايب وهل هي الزوجة تون خطبة في المعرف يا حبايب أنه سيدراني نزلت هذه السوري كانت لبسة بيه خاتم الزواج أو الخطبة يا حبايب بالأصبع المناسب فهذا يعني ممكن يكون موضوع حقيقي ما ندر صراحة من أحباب الكومنتات هل تقوم فعليين خطبات أو الزوجات أو مجرد إشاعات وبالختم مع النور سارة يا حبايب ولا شي صارت تبجي في نزلت هذه السوري كانت متعبين يقولولها شوكتها خمارة بشيتي فيها فردت عليهم إنه بس كانت تقرأ هذا اللي كتاب فاكتنوا أحبابيكم التالي شاركوا بهذه الخبار وبالختم يا حبايب لتسنوا المقطع نزلتكم يا علاقاتي الثانية يا حبايب المقطع كل شي خطير فيديو منسر بالبيسان لوجواني الكل يشوفوا يا حبايب الرابط والوصف وبس جانك فيه زي مقاطع منك الخصاص أحبكم ومع السلامة